ارتفاع سعر الدولار أثر على الناس وبالأخص أصحاب الدخل المحدود اليوم يعني احنا متوجهين على جاعة كورونا لا سمح الله وأقو نوعا ما فرض لحضر التجوان اليوم الأسر سابقا تعاونت صار تكافل اجتماعي ما بين الأسر وناس اليوم الوضع كله تعرم بشكل عام شون لا سمح الله إذا مرت أزمة على مدينة سامرة وتحديدنا بسم الله الرحمن الرحيم أولا لازم تكون بها الإدارة المحلية لمدينة سامرة وتتجي لهذا شيء وتوضع خطط للناس العوالي اللي تصحب الدخل المحدود لأن أكثر التوجهات اللي راح تتأثر بسبب الحضر إلى عوالي تصحب الدخل المحدود لأن أكثر الناس كسبوا عمالة ولا يوجد لديهم معين أو راتب لذلك نطلب حكومة أن تلقى حل وشارل هذا الشيء صغير الحضر تجال أصور هو من المقتل جزئي أقل من الزيارات أقل من الزيارات لأن تعرف أستاذ بهش وقت أكناس يعني بالأخص نقول بالعامية إحنا مدينة وش راكثرت شبابة تشتغل عمالة وصاحب الدخلة محدود والعمالة أو الكاسب أو تعرفوا اللي يشتغل بيتار وغير وغير المهنة العادية فذول النجماعة راح يتأثرون بهذا الشيء ليش لأنه يطلع من الصباح يرجع وقت الظهر فهذا الشيء راح يأثر عليه وثانيا احتمال إحنا هذا جزء التجوال الله لا يقول إذا زاتت الإصابات إحتمال يحصل له لتجوال أكثر فلذلك راح تضرر هذا المواطن الفقير ونسأل الله عافية والعافية الموظف راتب ماشي الموظف راتب ماشي مات يتأثر يتأثر وكذلك بارتفع الدولار لأن شاء قابل للموظف من يستلم الراتب مات وقابل للدولار فالدولار ارتفع فقيمة المبلغ اللي ده يستلم الراتب تضرر بصارت أقل قيمة على الارتفع الدولار اشتركوا في القناة